موسيقى أهلا بكم في برنامجكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة تارافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر اتباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب وتقبل الله صيامكم يبدو بأن ظاهرة تجارة وتعاطي المخدرات التي باتت الشغل الشاغل للأجهزة الرسمية العراقية خلال السنوات الأخيرة بعد انتشارها على نطاق واسع في البلاد باتت تشكل أيضا مصدر قلق وخطر حقيقيين لأجهزة الدولة الأمنية حيث أقرت وزارة الداخلية بوجود منتسبين تابعين لها يتعاطون المخدرات فيما أعلنت منحها إجازة للمنتسبين المتعاطين للمخدرات لغرض إعادة تأهيلهم متواعدة بالطرد لمن يستمر بالتعاطي أو يتخلف بالتبليغ عن إدمانه وتأتي هذه القرارات لتبين بالدليل القاطع حجم تفشي وتعاطي المخدرات في داخل وزارة الداخلية التي يفترض أن يكون منتسبها الدرع الحصين للعراقيين في وجه عصابات تجارة المخدرات ويشار إلى أن وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي كشف في مقابلة متلفزة بتعاطي نحو 50% من شباب العراق للمواد المخدرة دعونا نشاهد معا كيف بدأت الفرق المختصة عن فحص المنتسبين في وزارة الداخلية بإجراء الفحوصات في الوزارة هذا اليوم فلنتابع هذه الصور المتداولة تحسين عادي كل الفرمسا كل الفرمسا الحصابات تحسين عادي هل تحسين عادي هذا جدا لا تحسين عادي هل أنتي بالحثة؟ سأل أبات من عادي عادي أغشين عادي أثناء صورة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وتعد حدود العراق مع إيران خصوصا في محافظة البصرة من بين أكبر منافذ دخول المواد المخدرة يأتي هذا في وقت أعلنت السلطات الحكومية في محافظة واسط اعتقال أربعة متهمين بتجارة المخدرات يخفون الممنوعات داخل أطعم حيث نشرت قيادة شرطة واسط مقطعا مصورا يظهر استخراج المخدرات من داخل سندويتشات الفلافل خلال مداهمة أحد مقار عصابات المخدرات بالمحافظة دعونا نشاهد قبل الذهاب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع حملة الفحص في صفوف وزارة الداخلية دعونا نتابع بعض التعليقات على فيسبوك حول هذا الموضوع بشكل عام أما أم ميلا تقول ما شاء الله أفكار مهربين في تجدد بطرق التهريب وصلت للفلافل في شهر الصوم تقول الله يعين العراق أما محمد بيق الشواني يقول ليش هيش تسوون بالشباب طبعا لازم أكو أجندات خارجية وراهم أبو أحمد الجبوري يقول عندما يحكم البلد معممون يتبعون لدول خارجية تكون النتائج وخيمة جمال يقول شنو الخير اللي إجي للعراق من جارة السوء يقول ساعة السوداء اللي جابتكم للعراق إذن حملة فحص للمخدرات في وزارة الداخلية أطلقتها اليوم الوزارة بالتعاون مع كوادر صحية تابعة إلى وزارة الصحة في العراق للكشف عن حجم تعاطي بعض المنتسبين لهذه المواد المخدرة ومثل ما أشرنا وهو معروف وبحسب العرقام الرسمية بأن العراق أصبح من دول التعاطي والإنتاج لهذه المادة الفتاكة للمجتمعات بعد إن كان فقط بلد مرور لهذه المواد المخدرة القاتلة دعونا نذهب إلى موضوع آخر في ملفات حلقتكم لهذا اليوم صوتكم فعادة ما تعلن الأجهزة الأمنية وعلى مدار السنوات الماضية محاولاتها للسيطرة على النزاعات العشائرية والتي تسجل بشكل مستمر تسجل هي بشكل مستمر وقوع ضحايا إلا أن الإجراءات لم تحقق هدفها والنزاعات تسجل بشكل شبهي يومي خاصة في المحافظات الجنوبية والوسطى وحتى في العاصمة بغداد حيث تمتلك أغلب العشائر ترسانة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة بحجم كبير وبات ما يعرف بالدقة العشائرية في العراق بقيام مسلحين ينتمون إلى قبيلة معينة بتهديد أسرة تنتمي إلى قبيلة ثانية في بيتها عبر إطلاق نار بمختلف الأسلحة وإلقاء قنابلة يدوية أحيانا كتحذير شريد اللهجة بهدف دفعها إلى التفاوض لتسوية الخلاف وفي حال عدم موافقة الطرف المستهدف فإن الأمور تتفاقم إلى وقوع ضحايا من الطرفين ففي مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد اتسعت ظاهرة الدقة العشائرية كما هي معروفة في العراق وباتت تهدد الأمن دون اتخاذ خطوات حقيقية من قبل الجهات المختصة لردع المتخاصمين حيث أظهرت صور متداولة من مدينة الصدر قيام أحد العشائر بإطلاق نار على أبناء عشرة أخرى وذلك بعد خلاف فيما بينهم بينما تساءل عراقيون عن دور القوات الأمنية في ضبط هذه المشاهد التي تعكر صفوة ليالي رمضان وتروع أهالي تلك المناطق فلنشاهد دماء عبرت دماء عبرت دماء عبرت دماء عبرت دماء عبرت هارا دماء عبرت دماء عبرت وتعد النزاعات العشائرية إحدى أبرز المشاكل الأمنية التي تعاني منها العديد من المناطق العراقية إذا تحصل من وقت لآخر مواجهات مسلحة توقع قتلى وجرح بين عشائر مختلفة وحتى بين صفوف المدنيين الذين لا ناقة لهم ولا جمل لأسباب يتعلق أغلبها بمشاكل الأراضي الزراعية والحصص المائية فضلا عن الخلافات الاجتماعية إذ يستخدم فيها أحيانا كما شاهدنا أسلحة متوسطة وقذائف هاون والقذائف الصاروخية المحمولة على الكتف مشهد آخر صور من مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد يبين كيف روع أحد النزاعات العشائرية سكان الحي وحال دون وصول المرة إلى منازلهم في مشهد يبين حجم الانهيار الأمني في العراق كما يقول عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي فلنتابه أتوقع بيك واحد شكوا 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 والله مادة عركة هل تموت أشياء هذا السواد جاي نطلع نجيه وانا نسيها دور عجال خطيئ لأحذر هاي بيتك ومع استمرار هذه المشاهد من النزاعات العشائرية فردت مصادر أمنية بصدور أوامر بتخصيص طائرة مروحية لتنفيذ أوامر الاعتقال بحق المطلوبين في هذه النزاعات العشائرية في خطوة تهدف لتسريع تنفيذ أوامر القبض وعدم منح المطلوبين فرصة للهرب إذ أظهر مقطع المصور مجموعة مسلحة في إحدى محافظة العراق وهي تتفاخر بتهجير عائلة من منزلها من خصومها من عشيرة أخرى وذلك بعد حرق المنزل وتهديمه في مشهد آخر من مشاهد غياب القانون كما قال العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي دعونا نشاهد هذه اللقظات موجودة يا غالب أبو الجراوي يا سأح بيقص واجت هذا النزل الموجود هسا بالسجين ومطيحين حاسو مقطومة ريلة شوفوها عام شن اللي سويته يا غالب أبو الجراوي شوف أبو جوتك عاما هاي شوف هاي بحل شيء وإلا كنت جاء تحتي وجاء تنشر على الفيس وتنفل يلا أريد من عندك شيء يسوي وقت تقول طويلة وياكم بتنشر المساعجة يقول طويلة ويحميد هو إحنا طويلة ويا كريتة إحنا مالتها تنحل إحنا ليش طولنا هويات وظلت طويلة طويلة غير لما نشيري الطيح نحبك وحرقناه إنتا مجاعد تحتي على اللي بيوه ساعة حربية ها وغيرا إحنا موجودين وإحنا طبينا بيها هاي شفاقي عانس وتعادل هذه ضعو عدة عبادة خليناك فلاح تخدم 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 وتطيهم شعيراء اللهم بتحسطهم وتطيهم اللهم بعد وين أنت المرتاح تقول لنا بعد المرتاح دعونا نتابع عراء العراقيين على منصات التوسع الاجتماعي حول أسمرار ظاهرة النزاعات العشائرية جمال يقول إذا ساد قانون الغاب هكذا تكون النتائج وإلا لو كان هناك قانون يظهر هكذا أشخاص يتسال مع الأسف نوصل لهذا المستوى والسبب هو غياب القانون عبد الرضا الجبوري يقول هذا عار عن الحكومة لأنها هي المسؤولة عن حفظ الأمن والأمان للقوي والضعيف الجميع تحت القانون علي البداوي الأشعباني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مع الأسف على هكذا حكومة تعبانة ما تردع الناس الخارجة عن القانون أحمد الحداد هو الآخر علق وقال الحكومة الفاشلة ما تقدر غير على الفقير أبو التجاوز وأبو التكتك وأبو المحل وغيرهم من الناس المساكين لكن هيش نماذج مستحيل توصلها معنا اتصال أبو عمر من الناصرية أرحب بك معنا أبو عمر وتقبل الله صيامكم أبو عمر في ملف الأول تحدثنا عن حملة اليوم أطلقتها وزارة الداخلية بإجراء الفحص لمنتسبيها لمعرفة مدى تعاطي المخدرات بين منتسبيها في وزارة الداخلية برأيك على مدى تدلل هذه الحملة مرحبا بك أبو عمر السلام عليكم وعليكم السلام عليكم أهلا وسهلا بك حياك الله يا أهلا بك أهلا وسهلا يا أهلا بك الله يسلمك طبعا الحكومة جاي تبيع المساكين جاي تبيع مخدرات شنون؟ يعني قباط قباط دول الميليشيات هذه الحزاب القدرة هي جاي هي جاي تجيب تجيب مخدرات وتبيع على المساكين يعني هم متخلصين في هذه الشيء الله هم جاي تداولونها هم بس أنت مشي في هذه الخضوة خضوة الفحص يعني خضوة جيدة ولكن تثير كثير من التساؤلات هي لا 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 رقيب لا يعني هذه السجن طبعا السجن جاي تخلى هم متحابقين هم جاي تجيبون جاي تجيبون جاي تجيبون مخدرات وتطول المساكين يعني هم الوضع هم هاي حكومة الميليشيات حكومة إيران هي إيران نعم بالعراق عني يعني يعني سوى في العراق يعني ما خلس شيء ما سووا يعني هجروا العالم طبط على المخدرات كل من وراء إيران إيران وإسرائيل وأمريكيا يعني عمار نعم غير من المفترض احنا عدنا عدنا حكومة وعدنا يعني أجهزة مختصة لمحاربة هذه الظاهرة التي تفتك للمجتمع بالنسبة بالنسبة على على عدنا أسمعك أبو عمر بن بغداد أبو عمر كيف ترى استمرار ظاهرة النزاعات العشائرية وفي شهر رمضان المبارك مرحبا بك تقبل الله الصيام علينا والأمة العربية السيد أمر نحن بالنزاعات العشائرية من بعد الجمسات خاصة السنوات الأخيرة هذه السنوات التي صارت بها كثير من الأحزاب وكثير من المليشيات التي ارتبطت مع هذه العشائر وصارت إلى تتقوة يعني من اشتلاح بأنواع اشتلاح يعني من الرمانات اليدوية واللاشنكوم وكل هذه الأسلحة اللي ما كان عندها العشائر تمتلكها سوى المسلمات أو بنادق اللي فأصبحت زيادتها بهذه النسبة الكبيرة والقتل اللي قاعد يصير عندنا بالمحافظات إذا كان في رجيمة الثورة أو مناطق الجنوبية اللي أصبحت بها يعني كثرة سلطة الأحزاب اللي تتوافق مع هذه العشائر يعني عندنا عشائر ناس بسيطة وناس عشائر يعني مسماسكة بالعفل عشائري وما تتوي هاي الأمور يعني دقات العشائر ناس منتزمة بالقانون بالقانون ناس منتزمة يعني بأخلاقها وناس منتزمة يعني برغم يعني كبار عشائر ما يتون هاي الأمور بس اللاحظة ناس اللي احترام للعشائر الباقية يعني العتل قوة فلطة الأحزاب فهي اللي جاءت لتتسوي هاي الأمور دقات العشائرية أمام القانون أمام الشرطة أمام المنتسدين فبدون محاسبة إلهم بدون رد أي قانون عليهم بأنه لو كان عندنا قانون لو كان عندنا نظام أنه هاي الدقات العشائرية ورمي الإسلاح المنفلد لكان أنه تحاسبوا هذه العشيرة وتحاسبت من يرمي بيها لكن ليس بدل لاجعتهم يعني بعض الأحزاب اللي يرادين للميليشيات ومن بس الوقت أنه المنتسدين ما يستخدمون أي إجراء يعني يعرفون هاي العشيرة من وراءهم وما يستخدمون أي يعني يتخذ القرار القصر العراقي بحق هذه يعني العشار اللي جاعدت تشوفوا قاعدت تسمع يعني أكثر من جانبين بين قتلون أربع إلى خمسة أو إلى عشر نفرات بدون تدخل أي جهات أمنية وبدون تدخل أي جهات يعني استخبارات أو المخابرات هاي يتأثر على يعني نظام البلد على واجهية البلد يعني هي العشار المفروض هي تمثلك يعني يعني طلس الرحمة وطلس يعني تقاوض ما بين طرفين نعم محمل النزاعات بطريقة عقلانية أنا أشكرك أبو عمر من بغداد كان معنا مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة وملفات أخرى سوف نناقشوها معكم ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا العراق قصيدة الشعراء الحاضر الدائم بأصوات عراقية وأخرى عربية وذجلة والفرات العذب ملح أجاج من دموع المتعبين عراق المجد والتاريخ يشكو فراق الأهل والمتعاطفين كثيرون من يتطلعون بإبداعاتهم إلى انتزاع حرية مأمولة وحياة تليق بشعوب تستحق الصاعدون إلى السماء جهارا رسموا لمن ورث الثراء آذارا وتكاثفوا في الغيم حتى يحطلوا في حضن بغداد الهواء أنصارا محمد سيدي فاضت بك النعم وليس دونك دين فيه نعطصم تابعوا برنامجنا أسبوعياً على شاشة قناة الرافدين بيت القصيد الكلمة التي تصنع الأثر وتسعى إلى تحقيق الأفضل وتنتصر للإنسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد ونذهب إلى ملف الأسواق والفساد الذي ينخر في ملفات استثمارها وإدارتها كما يقول عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي حيث اشتكى مواطن من أبناء ناصرية في محافظة ذيقار من حال سوق المدينة الذي ذهب للاستثمار قبل عشر سنوات بعدين تحول إلى خرابة كما قال تنتشر فيها النفايات والمياه الآسنة في ظل الإهمال دعونا نشاهد كيف بدت الصورة من سوق الناصرية المحال إلى الاستثمار كما صوره هذا المواطن العراقي من هناك ونشره على منصات التواصل الاجتماعي فانوت هذا يعني محقولة هذا سوق هسه أخونا ما أجعرف عم هنا يجح حتى لي طبي ممكن ينكتل ما أحد يدري الله وكي محقولة يعني هاي هاي دولة وميزانيات جين أنتم هسه محقولة ما قدرت أسوه لكم سوق الوارد ما تتأقل شي العاديات البلدية ما يقارب بالمليارات يعني أقل شي 6 مليار 7 مليار ليش يعني ليش تم تدلون الناصرية ليش والله ما جاء عرف خليكم هاي لقطات وشوفوا شوفوا الضيم حقيقة والله مغجلة شوف 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 مش نحس مسب الله هذا من الصورة تدي العالم شي يقولون ما زي نعرف شون تندر ناصرية والله ما جاءنا ومن ذقار إلى محافظة البصرة وفي سوق المصطر تحديدا اشتكى مواطن بصري من هناك من تأجير الأرصفة المملوكة للدولة في السوق إذ يعاني الكثير من الباعة فيه من إجبارهم على دفع إيجار يومي على الرغم من أن بصطاتهم واقعة على الرصيف وليس على أرض عائلة لأشخاص لا يحملون أي صفة قانونية ووجه الباعة والمواطنون نداءات استغاثة للجهات الأمنية والمختصة إلى أخذ دورها ومنع هذه الظاهرة ومحاسبة المسؤولين عنها دعونا نشاهد قبل الذهاب إلى تعليقات العراقين الصراحة لفت في انتباهي شكوة بعض الأخوة أنه الأرصفة الموجودة على الشارع القدمي أغلبها مؤجرة وأغلب اللي قاعدين جاي يدفعون إيجار البعض المتنفذين بالسوق فنتمنى من مراكز الشرطة ومن دور الاستخبارات أن تأخذ دورها في هذا الموضوع ويتبحث على الناس اللي جاي التاجر بالرصيف الرصيف جاي يتأجر جاي الناس يتفع يوميا تلتالاق يعني ما يخارفين تلتبشار فنتمنى أنه تبعد تلتالاق باليوم تلتالاق باليوم جاي يأجرون المتور يعني الصبع يأخذون تلتالاق والعصر تلتالاق نتمنى من مركز الشرطة ومن الاستخبارات أن يبعدون عن الناس اللي جاي التاجر بالأرصفة في سنوك المصدر تفاعل عراقيون مع هذه المقاطع ومنهم من قال كمهند أحمد قال البلد فرهود يقول لا وجود للدولة والقانون في البصرة فقط على المواطن الفقير أما روز الفياض فتقول الدولة تعرف وساكتة لأن هناك ناس ما يتصرفون هناك تصرفات كيفهم أكيد وراهم حزب شادين الظهر بيه مصطفى البصر يقول بالمناسبة كل الأرصفة تؤجر من قبل مراقب البلدية يقول روح شوف لمطيحة يقصد منطقة اسمها لمطيحة شمسوي بيها مراقب البلدية كلها مأجرها أما أبو محمد فيقول الله ينتقم من كل فاسد ومرتشي يتسبب في تخريب الشوارع والأرصفة وعتبنا على محافظ البصرة يعني معقول ما يلاحظ ويتابع النشر نعم نذهب إلى ملف آخر حيث تعد مشكلة البطالة في العراق من أبرز التحديات الملحة وتؤكد جميع الأرقام الرسمية بأنها آخذة بالارتفاع ومعها يرتفع مؤشر الفقر في دولة غنية بالنفطة وذلك ضمن سلسلة مترابطة تنهك بلاد الرافدين منذ ما يقرب من عشرين عاما بعد الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003 ويتزايد أعداد خرجي الجامعات الذين لم يتمكنوا من الحصول على وظائف بسبب عدم وجود رؤية حقيقية وتخطيط فعلي بعد عقدين من الاحتلال كما تشير تقارير فضلا عن عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في البلد وبأت من غير المستغرب أن تجد شخصا حاملا لشهادة عليا يعمل كبائع متجول في ظل جيوش المعطلين عن العمل ففي العاصمة بغداد أظهر مقطع مصور استغراب موظف من عمل صديقه الذي كان متفوقا أيام الدراسة في بيع ما يعرف بالعراق بالفشافيش على رغم من كونه أفضل منه دراسيا وكان من المتفوقين في دراسته الجامعية في مشهد أثار تعاطفة وغضب العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي من الحال الذي وصل إليه هذا الشاب العراقي المجد دعونا نشاهده دون تعرفون الدنيا تمشي بالمقلوب هذا صاحبي كان شاطر بالمدرسة أنا نفس الرحلة فالمهم تأخذ من يم محل ويغششن وهذا ولا ما يطينا كتلة أسوى الشيء أنا متعين بحقفة ويبع فشافيش شو ضاد واليمام علي عسا الدنيا تمشي بالمقلوب واليمام علي الشاطر شاطر يعني وكملنا عنه يا سوية وكل من يم شوف شي بيأ وأنا متعين بالثقافة وعلى الرغم من ذلك فالابتسامة لا تفرق محيا هذا الشاب وتستمر احتجاجاته الشباب المعطلين عن العمل في محافظات عراقية عديدة لتصل إلى إغلاق مؤسسات تابعة للدولة ومقار الشركات النفطية في جنوبي العراق على الرغم من تعهد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني على العمل على الحد من البطالة والفقر في البلاد ويبدو بأن هذه الوعود ما زالت تراوح مكانها على الرغم من إعلان توظيف عدد كبير مؤخرا إلا أن هذا العدد لم يحل أزمة البطالة جذريا ففي محافظة النجف سجل ناشط من هناك مقطعا مصورا لعمل اثنين من أصحاب الشهادات في مخبز يفترض أن يعمل هؤلاء كما قال بوظائف تتناسب مع شهادتهم قبل أن يستقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع بتفاعل كبير دعونا مشاهد قبل استعراض هذه التعليقات دعونا مشاهدتهم في مجال العمل الشرف أصيما الشاب يروح بغير طريق أصيما المديدين هذا أحد يعني منظر بصير للشعب العراقي للخرج العراقي أبو الشهاد خريج شنو أحمد جيراني وأخوية دكالي نوريوس اقتصاد صالي هاي تسعني الله خرج وظاد أقول هنا هم ما في التربية فيزيو هاي تربية فيزيو وصارنا تقريبا بع سنوات ما شاء الله هزا يقولون ووضع المادي ماكو تعيينات ماكو المصانع هاي المليارات لصرفة ما تعرفون تستثمرون ما تعرفون تجيبون معامل تبنون معامل 1500 مليار دولار من صرفة من سقوص صدام لا هذا اليوم هاي الخريج كلها وياريت اللي يمحصل لها شغلة إلى تعليقات العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي سيف يقول المعامل والقطاع الخاص ممنوع يتطور بالعراق بأمر من الدول المسيطرة على العراق كما يقول وبالتعاون مع مرتزقتهم اللي متسلطين على هذا البلد أما حيدر عقير فيقول تربية فيزيو اختصاص نادر وحاجة ملحة في المدارس لهذا الاختصاص يقول عجيبة خريجين فيزياء يشتغلون أجغال عامة على الركاب يقول الوضعية خربانة لو تنتمي إلى حزب وتتعين لو ماكو ظل منتظر رحمة الله عز وجل علي جواد الناصر يقول لا حلو لا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل على الظالمين معنا اتصال عبد الرزاق من نبابل أرحب بك معنا أخي عبد الرزاق وتقبل الله صيامكم وتقبل الله الطاعات هذه الصور تتكرر تقريبا بشكل يومي أو شبه يومي مشاهد الخريجين الذين يعملون بغير تخصصاتهم هل السبب بكثرة الجامعات التي يتخرج منها هذا العدد الكبير أو بسبب عدم التخطيط يعني خاصة كما هو معروف بأن هناك جامعات أهلية يعني أصبحت كثيرة جدا في المحافظات العراقية يتخرج منها عشرات الآلاف من الطلبة العراقيين السنوية مرحبا بك بحيات مطارك المحترم بكتور عمر أهلا وسهلا بك ورمضان كريم ومبارك عليكم وعليكم كل الأخوان المشاهدين بكتور عمر بالنسبة لل الاختصاصات والتعيينات نعم نحن المشكلة مالتنا نحتمد بالدرجة الأساس على الملاك الدولة قطاع العام وهذا هو القطاع العام نعم لكننا نحن هادينا جهة مهمة وهي القطاع الخاص يعني هسأ أغلب الدول هي تعتمد على القطاع الخاص لأنه هو هذا اللي يحرك عجلة البلد لكنه بما أنه إحنا العراق يدار من الخارج فشيق القطاع الخاص مهمة ويعني احنا شرنا لوم المظام السابق بعسكرة للمجتمع اليوم المضارم الحالي الحكومة الحالية اللي جاي تحكم العراق يعني أنا أذكر يعني النظام السابق كانت من أجهزة أمنية يدير البلد هذكا اليوم أعتقد أربعة عشر أو مستعج جهاز أمني يدير البلد فشوف إلغاء لجهود إلى طلبة اللي تتخرج يعني أبوالكيزيا أبوالكيميا هذا ثروة وطنية هذا لماذا لا يدعم القطاع برأيك لماذا لا يدعم القطاع الخاص حتى يكون يعني فرص عمل للخرجين من الجامعات العراقية من الطلبة لماذا لا يدعم القطاع الخاص قلت لأن البلد يدارب للخارج فالجمعات البلد يدارب للخارج خطما لا يردون التطور هذا البلد فأي نعلم هذا البلد يحادون يعطوه يتشلوه وهذه حالة فشوف يعني الخريج من يعني يتخرج من الجامع عمارت يروح ذلك أما للحشيز أو يروح للشفة الشرطة وكيش راح يعني ينسى للشيء اللي تعلم اللي هو أفضل إحنا محتاجين البلد يعني أبو أبو تيسيا أو كينيا من غيرها من يعني استمار لظاهرة عسكرة المجتمع تقصد بالفعل بالفعل حدنا الجامعات الأهلية جاي زفل البخاريجيين وهذه فصارت يعني شوم تما أشبه للفوضاء إحنا قابلنا نعتمد بالدرجة الأساس على الخريج الكليات الحكومية نعم كان يعني التخطيق يعرف يعني هل الشيء سمع هذا الوزارة محتاج هالجر طيب يزدسلها عدد الخريجين أما اليوم فهي فوضة فما جاي يعني شون ما يقول يعني الطالب الحقيقي ما جاي يحصل على مجال أو وظيف بالدولة فالبعنات اللي جاي عاني من حتى أغلب من الخريجين بهذا الوضع اللي إحنا نعيش من خلال هذه الحكومات اللي متهتم بالأضافة الأخرى يا دكتور عمر الجلب العمال الأجنبية للعراق هذا تتهم عامل مؤثر يعني بحسب لجنة العمل والشؤون الاجتماعية العامل الماضي تحدثت بأن العمالة الأجنبية وصلت إلى العراق إلى مليون ونصف المليون عامل أجنبي يعني عدد كبير جدا العمالة يعني هذا الدمار هذا نعم يعني أنا منها قريبة أشوق يعني عين أبناء البلد ماضي أو ألجان المضار أو عمل يجيك يجيك واحد منك ينافسك على خبسته فهذا المفروض يعني المعنيين يعني يستمون هذا وينظرون له نظرة يعني مو يعني 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 مو بدون اجتمام هذه لأنه المواطن العراقي أخي يا دكتور عمار حس أي بلد تروح له يشوف إن البلد هو الأولد إحنا للأسف الشديد للأسف الشديد المواطن العراقي هو يجيب الدرجة الثانية أو الثالث الثالث الغريب هو الأولد يعني يعني السبب وجود هذه الحكومات لإستصالها بالخاريج لعمالتها بالخاريج فشوف المواطن العراقي لا يستمر به تشوف المعنات الجاد وتستمر على المواطن وعلى شاهل العالة العراقية يعني هذا أشار العراقي جميع الشغول راح يعين عائلة فالعالة تشفرت فإحنا هذه المعنات يعني المعنات عند المواطن العراق وعند الإصراء العراقية نعم شكرا لك أخي عبد الرزاق من بابل كان معنا معنا فهد من فلندا مرحبا بك يا فهد تقبل السلام عليكم دكتور أهلا وسهلا يا أهلا بك رمضاء كريم علينا وعليكم يا أهلا بك الله يبارك بك برنامج طبعا كل شيء ممتاز الله يسلمك يخليك ويخفر ومفيد طبعا نعم أنا من فلندا خابرك طبعا موضوع الشهادات دكتور عمر نعم وموضوع الكفاءات هاي نحن من تيمن عندها راحة طبعا من العراقيين حقيقة ماكو بعد أنه عندك شهادة وتتعين ماكو شيء طبعا عندي أصدقاء بالعراق كانوا ضباط نعم ما قدر أن تكسمي ثلاثي لأن تعرف متابعات ومراقبات وما نخلص نعم ما يحتاجوا ضرب مثال فقط نعم مثال والله العظيم عندي ضباط أصدقائي نعم من دورتي كانوا ثق بالله جوهم ضباط أعلى منهم بروتب بروتب نعم من يقعد جايبي يعني فارضين عليه يقول لك هذا جاي شهرين على موجة ترقة لازم يتعلم من عدكم يابا تعانا أنت خريج شنو يقول لك والله أنا خريج دورات خاصة شنو دورات خاصة لو كان ببدر لو كان بالأهوار يقول لك يردي علم على التهميش يقول لك شنو التهميش عقيد ما يعرف شنو التهميش تهميش كتاب نعم احنا وين وصل لدكتور نعم وين وصلنا ومن تجي يقول لك لا شون تحشون النظام البائد والنظام عمي ثق بالله هذا المؤسسة العسكرية ها المؤسسة العريقة اللي تخرج منها رؤسات دول عربية صح لو لا دكتور وعمر قذافي علي عبدالله صالح ورؤسات حكومات كثيرة تخرج منها الكليا العسكرية يجيك واحد ما مخلص ابتدائية شان عقيد والله شنو لو كان على بدر لو كان على مجلس الأعلى والله كان مناضل كان ثائر بالأخوار فانتا كيف إذا موسع عسكرية يجي دكتور عمر فشو تريد اللي كليات المدنية يتعينون أو يأخذون حقوقهم ماكو بالعراق هذا شي دكتور صدقني ماكو يعني المحاصصة يعني فعلت فعلتها وادت ما ادت اليه اليوم حال العراق والله دكتور والله دكتور كلامك فهي صدقني يعني ما رح نخلص من المحاصصة وآني بالنسبة إلي المفروض يكون عندنا أمل بس صدقنا أنا مئيس من هاطمه نعم مئيس يا أخي نفس الوجوه انتخابات خلصت يجيك نفس الوجوه يعني تعال تابع الوزارة هل سين وزير العدل شوان ماعرف وزير اللاخ أبو التعليم العالي هذا نعيم عبودي ماعرف شنو والله العظيم يا أخي ماعرف شهتش وزير التعليم العالي يعني أرقى وزارة كفاءات لازم تجاهبي والله شنو هذا على العصائر هذا نعيم العبودي واللاخ على الكردستاني واللاخ هذه المحاصصة التي اتبعت بعد العام 2003 نعم سين دكتور ما رح نخلص نعم ما رح نخلص يعني إلى متى والله أكو كفاءات بالخار تصدقني أنا عندي أصدقائي أنا من فلندا وأصدقائي بالسويد وبالدنمارك وبالجيك وبالنرويج والله كفاءات مدنية وعسكرية صدقني كفاءات كفاءات بالله العظيم ما يقدر ينزل العراق بشرفي بس ينزل لزمونة بالمطارات ليش لأن كفاءة لما يردون واحد كفاءة يجي لأنهم أتوا بها حشاك الله المعين أنا أشكرك رزورة مارتك نعم دكتور شكرا شكرا فهد من فلندا كان معنا مستمرون معكم عزيز المشاهدين بتقديم هذه الحلقة نأخذ هذا الفاصل ونعودوا لكم هذا برنامج جديد نلقاكم فيه كل يوم إن شاء الله نتذكر فيه معا أياما من رمضان نعيش فيه مع معارك وأحداث نتذكر مرة نصرا عزيزا ونتذكر مرة أخرى درسا قاسيا نحاول أن نتعلم من هذا ومن ذاك فهي معركة من عجائب المعارك لأن هذا الجيش القليل الذي يقوده طارق بن زياد استطاع أن ينتصر على الجيش الهائل الضخم الهادر الذي كان يقوده لذريق في هذا البرنامج في هذه الأيام تنقلنا وتقلبنا معا في أروقة رمضان مع شخصيات ومعارك وأحداث متنوعة التقطناها من تاريخ أمتنا العظيمة كانت الفكرة أن نعيد التذكير بأن أمتنا حاشت طوال 1300 سنة تحيي رمضان بالمزيد من العبادة المزيد من فعل الخير التكافل التزاور التراحم الاجتماع على القرآن وعلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان فيه ثلاث فرص غالية كل فرصة منها تكفر الذنوب أهلا بكم من جريد أثرت قضية توقيف الكاتب والمحلل السياسي العراقي محمد نعناع عقب انتقاده لرئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد الشاع السوداني على إحدى المحطات الفضائية المحلية اعتراضات من ناشطين ومدونين على منصات التواصل الاجتماعي وبحسب وثيقة متداولة فإن السوداني رفع فيه التاسع من أيلول 2022 دعوة قضائية ضد نعناع على خلفية انتقاده المستمر حينما كان في ذلك الوقت مرشحا لقوة الإطار التنسيقي لمنصب رئاسة الوزراء وشهد الأسبوع الماضي اعتقال نعناع من قبل قوة في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد على خلفية الدعوة السابقة حسب ما تسرب لوسائل إعلامية وعلى خلفية الاعتقان انتقد مدونون ممارسات السلطة ومحاولات ما أسموه تكميم الأفواه وعدوا اعتقال نعناع حلقة جديدة من مسلسل التضييق على الأصوات المناهضة للحكومة دعونا نستعرض معنا عددا من التغريدات على تويتر على وسم الحرية لمحمد نعناع سنة غررت وقالت الباحث السياسي محمد نعناع لم يمتلك سوى القلم والكلمة فهو لا يمتلك سلاح ولم يقتل ولم يهدد ومع ذلك اعتقلوه لمجرد رأي لا يروق للسلطة الحاكمة أما حسين حداد فيقول الله يفك أسرك دكتور محمد نعناع كان كلامك صحيح مئة بالمئة محمد السوداني مو بس موطني مطبع صهيوني عالني كما يقول حسين مصطفى يقول إذا رئيس وزراء هش يسوي لا عدل أحزاب ش تسوي أحمد زلزلة يقول حرية التعبير عن الرأي يجب أن تحفظ وتصان لكل أصحاب الكلمة الأسالين البوليسية يجب أن تنتهي تشهد المراكز الصحية المتشرة في العراق أخطاء طبية أودت بحياة العشرات من المرضى وتدهور الحالة الصحية لآخرين أو إحداث آهات مستديمة ويقول مراقبون بأن الأخطاء الطبية في العراق تتكرر باستمرار حيث تنتهي بحالات مرضية كفقدان المريض لحياته أو نتيجة لسوء التشخيص ما عرض سمعة الطب في العراق للكثير من الضرر ودفع بعض المرضى العراقيين السفر إلى الهند وتركيا والأردن للعلاج المزيد في سياق الأنفوغرافيك التالي الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية فلنتابع ترجمة نانسي قنقر رجل فأنا قمت السدادة كمن ثلاثة العملية وراء مكتوه أرباح ساعة ورجل لي متعيني يقول أنه يجب أن أتوهر فالرجل قارسه راحت في وسهل العافلين وقال له أشياء الأخطاء الطبية حيث 85 نفر من البحبص النجب بهم آيديز ما أدري أكو شخص بأيديز جاية براها كياسة يردون يجيبوها من إستار دواها ما أدري من يوان دولة بها آيديز الجهاز اللي عنده ما يكشف هذا الفيروس ترى هاي يعني حالة يرتع إليها إحنا يعني فوق الثاني سيمية والدور عايزيز زكريا مصاب بهذا المرض اللي عاوز المناعي بسبب الدم اللي أخذه والمستشفى بن سينة متبرى ليه شخص إذا قضاء عراقي ما أقدر يأخذ حق الطفل وين أخذ حق الطفل عنه هذا الطفل دخل باختناق طلع تلب بالدمار ومشلول وفوق هذا كله لجنتين مصدرت له شهادة وفاة وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة عزيزي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله وتقبل الله صيامكم وقيامكم في أمان الله اشتركوا في القناة